السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعة 28 أب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود عندنا بالجوزة لغاية الساعة 48 و 47 دقيقة من صباح اليوم الأربعة بعدها بده ينتقل لبرج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 5 و 8 دقائق بعد عصر يوم الجمعة بتوقيت جرانيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد وأيضا اليوم عندنا انتهاء تراجع عطارد في برج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 48 و 47 دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش من صباح اليوم الثلاثاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج القمر الآن موجود في الجوزاء زي ما ذكرنا لغاية ساعات الصباح فخلال هذا الوقت بنشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن بتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية يمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجهل التنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب وبتتكون عندنا بعض الرغبات اللي ممكن يتأدي لخيبات أمل عاطفية راقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربية سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثلات عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهم من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملتنا بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر رح يبدأ الساعة سبعة وثلات عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش رح ينتعي الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة ثمانية وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج السرطان خلال هذا الوقت يعني من ساعات الصباح وما بعد منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومن حاول خلق جو من الأمان لأنفسنا والأحبان ولا أطفالنا ومن ميل القيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل بعض منا يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة إلى المزيد من الاهتمام لأكلنا وشربنا ومراقبتهم في هذه الفترة لأن الشهية بتكون مفتوحة لتناول الكثير من الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 47 دقيقة مساء بتوقيت غرينج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ونتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن وثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 28 و24 دقيقة مساء بتوقيت غرينج طبعا تأثير هذه الزاوية له تقريبا أسبوع ومستمر أسبوع كامل قادم بتسبب لنا نوع من أنواع الإرباك وخيبات الأمل في الحياة العاطفية وبتشجعنا على الاستهلاك المفرط للمهدئات أو المنشطات أو المخدرات أو الكحوليات وبرضو بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجانب الجنسي والعاطفي اللي بتعكر صفونا زاوية التقابل هاي زاوية خطرة جدا لأنه برضو بيزيد خلالها التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال أما بالنسبة للحركة اللي رح تصير آخر وحدة اللي هي طبعا الساعة 9 و13 دقيقة مساء اللي بيعود كوكب عطارد المتراجع في برج الأسد للحركة الأمامية ورح يبقى في حركة أمامية في برج الأسد حتى تمام الساعة 6 و49 دقيقة صباحا من صباح يوم الاثنين تسعة تسعة لينتقل بعدها للعذراء بحركة أمامية طبعا بعد تراجع دام ثلاث أسابيع في برج العذراء وفي برج الأسد اللي كان بلش بالعذراء بعد أنت راجع للأسد والآن يرجع للحركة الأمامية سببت هذه الحركة كثير من الحوادث والتعطلات بالأجهزة الميكانيكية الكهربائية بالأوضاع المالية الغير مستقرة وأيضا الحوادث السير وإلى ما لا نهاية رغم عودة عطار للحركة الأمامية اليوم إلا أنه ستستمر تأثيراته لثلاث أيام قادمة يعني لا يوم 31 ثلاثة من كون حذرين رغم أن المخاطر بتخف هي ابتداء من يوم الغد له بعد انتهاء تراجع تماما ولكن بالتدريجيا لثلاث أيام لا تنتهي وتنحسم نهائيا في الحركة الأمامية أكثر المستفيدين هم طبعا موليد البرج الأسد وبرج الجوزاء وبرج العذراء له برضو كوكبهم اللي أثر في البداية إن كان الأسد لأنه التراجع عنده العذراء والجوزاء لأنه هو كوكبهم الأساسي والآن هو موجود بالأسد فهنا بتزداد الرغبة لدى موليد برج الأسد في الدراسة والمطالعة ومنهم من ينضم لعضوية أو مكتب عمومية أو ممكن يعززوا مكتبة البيت أو يهتموا بشراء كتب أو روايات أو الدراسة ومنهم برضو ممكن يتعلم لغة جديدة أو عضوية نهدي أو دورة تعليمية جديدة أو الاهتمام فيما يتعلق بسفر أو اتصالات أو مواصلات يعني ممكن أجهزة إلكترونية أو سيارات حتى وبيشعر موليد برج الأسد بقوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ قرار صائب غالباً بيعانوا من وجود عطارد في الأسد أن الأشخاص هذولا يعني بيدرسوا بيقيموا كل خطوة من الخطوات من الخطوات حتى يقتنعوا بجدوى القرار بغض النظر عن البرج اللي بتنتميل إله يعني هذولا أشخاص دقيقين جداً بيدرسوا بيحللوا بعدين بيختل خطوة وإذا خطى الخطوة ما بيتراجع عنها نهائياً طبعاً إذا بدكوا تعرفوا التأثيرات في حلقة موجودة على القناع في قائمة الأخبار الفلكية موجودة انتقال عطارد للأسد اللي أول انتقال لإله هي هي رح تكون نفس الكلام ولكن هي إجمالاً هي حركة إيجابية للجميع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً من الآن وحتى ساعة الصباح عندنا الكتفين والدراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل من ساعات الصباح وما بعد بصير عنا المعدة، الكبد، الصدر، الغشاء المخاطي المبيض، الرحم، المهبل، الثدي، غشاء الجنب وغشاء الصفاق وأيضاً الجهاز اللنفاوي وعظم الصدر بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن برضو مش بفترة خلو المسار وبرضو مش عمليات تكميم المعدة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي واصلح للصبغ والحنة ولكنه أيضاً لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه رح ينتقل لبرج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ الساعة ثلاثة وأربعة وعشرين دقيقة عصراً بتوقيت جرانتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وثمان دقائق بعد العصر بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره أربع وعشرين يوم الساعة عشر وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الخمس وعشرين نسبة الإضاءة أربع وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية القمر في الجوزاء ورح ينتقل بعدها للسرطان ورح يضل في السرطان ليوم 38 منتحس بنسبة 25% عطارد في الأسد حتى يوم 99 منتحس بنسبة 10% الزهرة في العذراء حتى يوم 29 8 منتحس بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 10 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15 11 منتحس بنسبة 10% وارونس في الثور حتى يوم 1 9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2 9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات بيظل لغاية ساعات الصباح وبتكون أفكاركم نشطة وهي فترة مناسبة للتواصل المثمر مع المحيط أهم شأنك تتكلم بوضوح ما في داعي للانفعال لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتفطلوا تركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية ممكن يطرأ حدث عائلي أو مسألة تتعلق بالمنزل تلفت انتباهك أو تتطلب حضورك إذا كان في بعض المشاكل العائلية حاول أنك تحلها بعقلانية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن وحتى ساعات الصباح بتتركيز جهدكم نحو ضبط شؤونكم المالية ورغم وجود بعض الفرص المالية اللي عادتهم تيجي من عمل إضافية أو مستردات أو هبات أو دعم إلا أنه بكون في زيادة في النفقات فبدك تنتبه وتجنب شراء حاجية ثمينة منكم أشخاص ممكن يبادروا لتسوي مالية أو يعيشوا فترة امتحان أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتنشطوا في مجال السفر والتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات والتعلم والدراسة والامتحانات وعندكم سرعة بديهة عالية للإقناع وهي فترة جيدة على المستوى العاطفي بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا عندكم نشاط عالي جدا حيوية وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم شعبيتكم بتظل في تصاعد لغاية ساعات الصباح وبتفرحوا لإنفراج مهم شخصي أو عاطفي أما من ساعات الصباح وما بعد بتتركز جهدكم نحو ضبط شونكم المالية رغم وجود فرصة لمكسب مالي إلا أنه فيه نفقات في تصاعد تجنب وشراء حاجية ثمينة ومنكم أشخاص ممكن يبادر لحل مسألة مالية أو أنه يعني يكون فيه بعض المغريات أو المكاسب الغير متوقعة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا رح يظل التعب مسيطر عليكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب فبتكوا تحاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل وتحاولوا أنكوا تخلدوا للراحة وتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها بتضل فترة مخيبة للآمال اللي بتشعروا فيه من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح أكثر من ساعات الصباح وما بعد اللي بتمتلوا نشاطوا حيوية وبصير عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز حصة الأسد منه شعبيتكم أيضا بتكون فيه تصاعد وبتفرح لانفراج مهم شخصي أو عاطفي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بدكوا تحاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح لأن القمر بدو يتجه لبيت المتاعب من الآن حتى ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وباستطاعتكم الاتكال على أشخاص من معاربكم أو أصدقائكم لا إنجاح مسئولية أو عمل أهم شنو ما تحاولوا المماطل بل ثابروا لأنه حاول تنهي أعمالك بأي طريقة من ساعات الصباح وما بعد هنا بتشعروا بالتعب بنال منكم حاولوا فقط إنجاز ما هو ضروري وعاجل من العمل واخلدوا للراحة وتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة لأنها فترة مخيبة للأمال برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين من الآن وحتى ساعات الصباح وبوسعكم إثبات جدارتكم المحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب وممكن تعيش فترة فيها امتحان أو ضغط فعشانك ما في داعي للمجازفات أو المغامرات أو مخالفة القوانين من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن اليوم يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة وباستطاعتك الاتكال على بعض الأصدقاء أو المعارف لإنجاح مسؤولية حاول أنك تنجز أعمالك اليوم وتتمم علاقاتك أيضاً بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة واللي بدي تقدم لامتحان أو مقابلة فهي فترة واحدة ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضوظ وهي فترة ما زالت غنية ورومانسية وممكن تروج لعمل بنجاح وفي نوع من أنواع التعاطف بيكون مع الأهل أما من ساعات الصباح وما بعد بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة بتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب وممكن تعيش فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية بالنسبة لموليد برج العقرب من الآن وحتى ساعات الصباح بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر في أي قطوة مالية جديدة وضف طاقتك الذهنية البناء لوضح حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح ممكن تظهر بعض المؤشرات لمصالحة أو لتسوية أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطه في مسائل تتعلق بالسفر البعيد أو الاتصالات البعيدة أو تعامل مع الأجانب وفي منك أشخاص ممكن يكون عنده امتحان أو مقابلة وهي فترة جيدة ودعم لإلكم بقوة وهي فترة غنية ورومانسية وممكن تروج لأعمالك بنجاح وبرضو ممكن اليوم يكون في خبر مهم أنت بتنتظره برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح وما زال القمر موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فبتظل فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب عمل مشترك ولكن يجب الحذر عند توقيع أي عقد أو التزام اتجاه الطرف الآخر صحيح أنها فترة بتعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية أو العاطفية ولكن بيصعب التفاهم معك وربما تتسرع بإطلاق كلام في غير مكانه أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة خلال هذا اليوم لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو ضريبة بنك أو حتى موال الزوج أو الزوجة ولكن من جهة أخرى يجب الحذر في أي خطوة مالية جديدة حاول أنك يعني تناقش بوضوح وممكن اليوم يكون فيه مؤشرات لمصالحة أو لتسوية بالنسبة لمواليد برج الجديد بيتراكم العمل لديكم دون قدرة على إنجاز الكثير منه ممكن تضطروا للعمل وقت إضافي من الآن وحتى ساعات الصباح نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة من وقت لآخر وحاذروا الجدال مع الزملاء وما تهملوا صحتكم أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبصير هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك ولكن يجب الحذر عند التوقيع على أي عقد أو الالتزام اتجاه الطرف الآخر لبي صعب التفاهم معك خلال هذا اليوم وربما تتسرع بإطلاق كلام أو مشاكل رح تكون أنت الخاسر الأكبر في هذا الموضوع ضبط الأعصاب مطلوب برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح أحب تزداد رغبتكم فالتقرب من الأحبة أو من الأبناء أو ممارسة هواية أو ترفيها عن النفس وتعزيز العلاقها معهم وبرضو بتكون الحضوذ قوية ولكن ما تعتمد كثير عليها مناسبة للاجتماعات المهنية العائلية تلطيف الأجواء أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم دون قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة خلال هذا اليوم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وماتهم إلى صحتكم برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت بتتركز جهدكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعائلية من الآن وحتى ساعات الصباح وبتميلوا للتقارب من أفراد العائلة وللتعاون معهم رغم أنك بتعيش فترات فيها بعض الضغط العائلة ممكن تعاني من مشاكل شخصية شخصية أو تسيطر عليك الهموم والأفكار السودة يعني بعضكم ممكن يعاني من بعض التراجع الصحي ولكن كل الأمور ضاغطها من الآن وحتى ساعات الصباح فيما يتعلق بالبيت والعائلة من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز العلاقة مع أحباكم وبتزداد رغبتكم للتقرب من الحبيب المنشود والتعزيز العلاقة معه وبتكون الحضوض قوية كما أنها فترة مناسبة للاجتماعات المهنية أو العائلية أو لتلطيف الأجواء ممارسة هواية التقارب مع الأبناء الحضوض بتدعمك في كثير من المجالات وممكن تهتم حتى بشخصك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر